اشتركوا في القناة ومن هذه السورة مريم السورة العظيمة التي اختصت بذكر هذه الصديقة وذكر اسم الرحمن الذي تأكد في سورة مريم أكثر من أي سورة في كتاب الله جل شأنه له خصوصية عظيمة كما ذكرنا في المرة السابقة واحدة من أعظم تلك الخصوصيات أن اسم الرحمن هو في واقع الأمر يختص بالناس جميعا وبالخلق جميعا فرحمة الله جل شأنه وسعت كل أحد وكل شيء ولذلك حين يطلق اسم الرحمن يطلق حتى في السياقات التي ذكر فيها الإنسان هو بحيث عن الله جل شأنه غير طاع لله وغير خاضع لحكمه ولأمره ولذلك نجد بأن اسم الرحمن يذكر في سياق الحديث عن ألوان في بعض الأوقات والمواضع في القرآن حتى من العذاب ذاك أن العذاب والابتلاء والمصائب والعقوبات التي تحصل في الدنيا هي كذلك في واقع الأمر لا تخرج عن رحمته وعدله وحكمه وحكمته سبحانه فالرحمن مختص بجوانب الرحمة الشاملة الواسعة التي تشمل كل الخلق ولذلك سنجد أن اسم الرحمن خصت به سورة من سور القرآن سورة الرحمن وما افتتحت سورة في كتاب الله باسم من أسماء الله الحسنة إلا سورة الرحمن قال عن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذه السورة العظيمة سورة الرحمن سورة النعم والآيات والآلاء وآيات الله جل شأنه في الكون وفي الأنفس وفي الإنسان والمجتمع والحياة سواء ما كان متعلقا بالنعم الظاهرة أو الباطن أو كذلك التي لا يجد الإنسان فيها شكلا من أشكال النعم ولكنها تحمل العظة والدرس والعبرة سؤال طب لماذا سميت سورة الرحمن بالرحمن وبدأ بها بقوله جل شأنه علم القرآن قبل خلق الإنسان قال العلماء هذا لوجوه واحد من أعظم الوجوه أنه بيّن الغاية لخلق الإنسان علم القرآن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لغاية عظيمة عبادة الله وعبادة الله جل شأنه لا تكون إلا من خلال اتباع المنهج اللي هو القرآن فبدأ بالغاية قبل الحديث عن خلق الإنسان وبيّن كذلك جوانب من عظيم رحمته بقوله مفتتحاً السورة الرحمن أن القرآن هو الرحمة العامة العظيمة المهدات للخلق والإنسان يقف وقف التدبر وتأمل هو نحن حين نعدد ولن نحصي لها عدداً نعم الله وآلائه لماذا؟ تأخذنا وتحدونا النعم الظاهرة النعم المعتادة النعم الحسية ولا نكاد نلتفت إلا في بعض الأوقات إلى هذه النعمة العظيمة علم القرآن واللي افتتح بها السورة بأكملها إن هي سورة الرحمن حين نقرأ في آياتها نجد المن والتعداد من الله جل شأنه لآلائه على خلقه وآياته في الكون والأنفس لا تعد ولا تحصى لكن لماذا افتتح بها وقال ألم القرآن خلق الإنسان أعظم نعمة أعظم مظهر وأثر من آثار رحمته سبحانه جل شأنه القرآن يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا هو أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبيدي والتدبر معي في عظمة الكلمة والمفردة قال علم القرآن قال العلماء من أعظم النعم على العبد أن تكون منشغلاً بتعلم القرآن وتعليمه أعظم نعمة يعني ليست النعم الظاهرة التي نحن قد أغرقنا في كثرة التفكير فيها والانسياب ورائها قد رمى أنه تعليم القرآن ويا سبحان الخلاق العظيم ونحن دوماً نؤكد ما من كلمة ولا مفردة في كتاب الله إلا ولها في موضعها معنا ومقصد غاية نسب تعليم القرآن إلى ذاته جل شأنه مفتتحاً بإسم الرحمن الرحمن علم القرآن وفيها بيان واضح ورسالة صريحة أن من أراد الله به خيراً وأراد أن يتم نعمته عليه وأن يظهر هذه النعمة علمه القرآن وأنك يا إنسان يا مؤمن لن تقبل على هذا القرآن الذي هو كلام الله أشرف ما في الوجود إلا بإذنه وأمره وبرحمته جل شأنه وأنه إذا ما فتح لك باباً لتعلم القرآن أو تعليمه فعلم أنه هذا من أعظم الأبواب ومن أعظم أشكال الرحمة التي يأتي بها الله لعباده لك أن تتخيل إنسان حين يشغل بالقرآن تعلماً وعلماً وتعليماً هذه أعظم مظاهر الرحمة لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله وشرف هذا الأمل أن تشتغل بكلام الله لا يمكن أن يدانيه ولا يقارب منه شرف أبداً يعني ولا حتى كتب العلم ولا حتى ما كتبه العلماء على أهميته ومكانته هذا كلام الخلق ولكن لما تشتغل بهذا القرآن الذي هو كلام الله فهذا من عظيم رحمته بك أن يفتح لك هذا الباب هذا كله ونحن ما زلنا في الكلام عن الرحمن جل شأنه اسم الرحمن ولكن ونحن نتكلم عن اسم الرحمن لا نستطيع إلا أن ننتقل إلى الاسم الذي بعده الملتصق به الرحيم الذي جاء مقترناً بالرحمن في ستة مواضع في كتاب الله منها البسملة التي قلنا عنها ونقول والتي يسن للإنسان أن يفتتح بها كل سورة من سور القرآن قبل تلاوتها بل كل عمل كما جاء في الحديث الصحيح لأنه إذا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم كان عملك أبتر أقطع مقطوع البركة والخير والامتداد والسعب والأجر والدوام والأثر والتأثير ولذلك لما تأتي كلمة البسملة وآية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الاقتران بين الرحمن الرحيم قال العلماء الرحمن رحمة عامة شاملة اختص الله بها عباده في الدنيا فيرحم الكل وكلنا عبيد رحمته من شاء منا ومن لم يشاء من آمن من الخلق ومن كفر من كان لله مطيعا صائما قائما راكا ساجدا ومن طغى وعلى وتجبر كلهم عبيد رحمته أنفاسهم حياتهم حركاتهم خطواتهم مشيهم كل ما هم فيه هم عبيد رحمته جل شأنه فوى رحمن في الدنيا للجميع لكن لمن يأتي على اسمه الرحيم جل شأنه قالوا هذا الاسم وهذه الصفة حين نتدبر فيها في كتاب الله وقد وردت في مئة وأربعة عشر مرة في الكتاب تارة ما ترد منفردة معرفة دائما بالألف واللام وتارة تأتي مقترنة إلى اسم آخر ومن الأسماء التي اقترنت بها واقترن بها اسم الرحيم الرحمن رحمن الرحيم قالوا الرحيم تعبير عن الرحمة الخاصة التي اختص الله بها المؤمنين وحين نتدبر ونتتبع في المواضع في القرآن التي جاء وورد فيها اسم الله الرحيم سنجد بالفعل خاصة بالمؤمنين خاصة بالمؤمنين تقول لي طب لماذا الرحمن خاصة بالناس جميعا المؤمن والكافر ولمن يأتي إلى الرحيم يخصصها للمؤمنين قال لك هذه الرحمة الخاصة هي الرحمة التي تليق وتستحق برحمة الله ولطفه كذلك للعبد الذي خضع لأمر الله سار على منهجه طاع كتابه قرأ كتابه وتلى آياته آناء الليل وأطراف النهار فكان الاقترام بين الرحمن الرحيم فيه عموم وفيه خصوص وفيه دلالة وفيه تودد من الله الغني عن عباده لخلقي بأنه من أعظم الأبواب التي أنت ترجو فيها الله جل شأنه أن تسأله من رحمته حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورد عن عدد من الصحابة ما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا كنا نعد له في المجلس الواحد مجلس واحد في حديث صحيح نعد له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول أكثر من مئة مرة رب اغفر لي رب ارحمني توب علي إنك أنت الغفور الرحيم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التعرض لرحمة الله سبحانه هذا الطمع والرجاء في التعرض لرحمته لأننا بلا رحمته ضياء بلا رحمته لسنا بشيء بلا رحمته لا يسمح لنا أن نذكر الله جل شأنه لأن أن يجري ذكره على لسانك وأن يشرفك بدعائه وأن يفتح لك أبواب رحمته فتدعوه هذا من رحمته ولا تستجلب هذه الرحمة إلا بطرق الباب والدعاء والتلطف والتودد له سبحانه جل شأنه ودعونا كعادتنا نسير مع هذا الاسم العظيم في آيات الله تدبراً واحدةً دمو الأخرى أولها سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة التي لها من هذين الاسمين النصيب الأوفر سورة الفاتحة سبع آيات بما فيها البسملة في موضعين قال الرحمن الرحيم البسملة باسم الله الرحمن الرحيم وأنت لا تفتتح شيئاً إلا برحمته ولا يفتح لك شيء إلا برحمته ولما تبدأ أنت تستشعر معنى الرحمة ومعنى أن تقول باسم الله الرحمن الرحيم على كل شيء في كتابتك في قراءتك في مشيك في دخولك في خروجك من منزل بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا بسم الله دخلنا ربي أدخلني مدخل صدق ستجد أن الحياة بأسرها لا تفتح أبوابها إلا باسم الله الرحمن الرحيم ولا يفتح لك شيء إلا باسم الله الرحمن الرحيم ثم في قوله جل شأنه في سورة الفاتحة التي كم مرة من المرات نقوم بها صلاة بين يدي الله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني حتى الصلاة التي هي أعظم صلة بين الإنسان وخالقك أنت لمن تدخل على الله جل شأنه بما أمرك أن تدخل به في صلاتك أنت تدخل بإعلان الحمد وبالرحمن الرحيم يعني يا رب بمعنى يا رب وقوفي بين يديك اعتراف وإيمان مني بأني لو لا رحمتك ما دخلت ولا وقفت ولا شرفتني بأن أصلي بين يديك ولا أن أركع ولا أن أسجد يا لها من كلمات طبعا المؤمن حين يتدبر بهذه المعاني وهو ما زال في البداية يقرأ بصورة الفاتحة ما هذا معنى التدبر بأسماء الله الحزنة؟ أن تصبح الأسماء ليست مجرد حروف ولا مجرد كلمة تنطق ولكن ما يتركه ذلك من أثر في قلبك تدبروا معي في سورة البقرة التي تليها في سياق الحديث عن من؟ عن آدم أبو البشر عليه السلام آدم الذي أمره الله بأمر فنسي ولم نجد له عزمة كما جاء في كتاب الله قال سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم تدبر الإقتران هنا بين اسم التواب والرحيم ولماذا قدم التوبة على الرحيم؟ لأن من قبيل رحمته جل شأنه أن يتوب على العبد فيتوب الله عليه يفتح له باب التوبة وتدبر في الكلمات قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ولو ما تاب عليه ما تاب أن يفتح أبواب التوبة من أعظم أبواب الرحمة أن تفتح لك أبواب التوبة أبواب التوبة على فكرة مرتوحة طول الوقت هي لا تغلق المشكلة القلوب التي تغلق دون التوبة يعني هذا الدعاء الذي قلته قبل قليل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كان يقول عنه أصحابه أنه ما كان كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة يقول رب اغفر لي رب توب علي إنك أنت التواب الرحيم أنا ما الذي يمنعني أن أقولها ومع ذلك ومع يسرها وسهولتها قد تمر علينا ساعات طوال لا نقولها تدبروا معي في هذا الأمر إنسان قد تمر علينا ساعات في اليوم والليلة يا سبحان الله قد يغفل عن أن يقول رب اغفر لي رب توب علي رب ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إذن من رحمة الله جل شأنه أن يفتح الله لي أبواب التوبة وأبواب الرحمة والدعاء حتى أدعوه فأقول رب اغفر لي رب ارحمني في آية أخرى في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم متدبروا معي إحنا قلنا أن اسم الله الرحيم خاص بالمؤمنين الرحمن خاص بالكل شاملة واسعة لكن حين يأتي الرحيم في كتاب الله يأتي في سياق الحديث عن المؤمن وعن تعرض ذلك الإنسان لرحمة الله جل شأنه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم تدبروا كما في آدم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال العلماء في الموضعين تاب عليه فتاب عليكم إن لم يتب الله على العبد ما تاب يعني إن لم يلهمه التوبة ما تاب ولا قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك ولذلك من أعظم الدعاء أن تقول يا ربي توب علي حتى يلهمك التوبة إذا ما ألهمك التوبة ولا ألهمك أن تقول يا ربي توب علي إن بعض الناس يستكثر على نفسه أن يقول توب علي وأنا ماذا فعلت حتى يتوب علي لا توب علي عدد ما قلت وعدد ما أقول عدد ما ذكرت وعدد ما نسيت عدد ما قصرت وعدد ما غفلت توب علي من أعظم الأعمال وأرقاها وأصدقها التوبة ربطها بإسمه جل شأنه التواب الرحيم جاءت معها الرحمة لأن التوبة والرحمة متلازمتهم لأن من أعظم أبواب الرحمة أن تتوب وتدبروا في الفارق كما قلت قبل قليل بين النظر القاصر التي ننظر فيها نحن إلى آثار ومظاهر رحمة الله وبين مظاهر وآثار رحمة الله الحقيقية التي يعلمني إياها القرآن الناس ترى وتقيس الرحمة ببيت مكان مسكن أمان هذا صحيح هذا صحيح صحيح لا أحد يقلل من شأنها وقد ذكر الله في كتابه لكن انظر إلى الآثار العظيمة للرحمة التوبة وهذا التلازم بين التوبة والرحمة في سورة البقرة أنا أتساءل معكم وإحنا كمرة في اليوم بحاجة أن نقول توب علينا توب علينا يا لها من كلمة عظيمة وانتبهوا معاها في الكلمة في سورة البقرة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة المسلمة لك الموقف بأكمله ليس موقف معصية موقف موقف طاعة الموقف بعد طاعة في الحقيقة أرنا مناسكنا الكلام عن المناسك الكلام عن إقامة قواعد التوحيد وبناء البيت يقول وتوب علينا إنك أنت التوبر حتى نعرف منزلة التوبة وعظمة التوبة وعظمة أن تكون من التائبين وفي ركب التائبين وأن يرحمك الله فتكون من التائبين كما سنأتي عليها في سورة التوبة تدبروا معي كذلك في سورة البقرة سورة البقرة سورة التقوى ولذلك ونحن نعلم جيدا حتى لما تدبرنا فيها أن واحد من أعظم مقاصد سورة البقرة التقوى والتقوى هي من قبيل أي شيء يعني لولا أن الله يرحم العبد ما جعله من المتقين أعظم أبواب الرحمة وهذا في سياق الامتنان على من؟ على أمة الإسلام قال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْ كانت لتبيرة إلا على الذين هدى الله قال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ الله إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وهنا تدبروا معي قال إن الله بالناس كافة الناس رؤوف رحيم الآن الاقتران أصبح نحن قلنا أن اسم الله الرحيم جاء منفردا في ستة مواضع ومنها ما ذكرنا من آيات وسنذكره وجاء مقترنا باسم الرحمن وجاء مقترنا باسم التواب وهنا جاء مقترنا باسم الرؤوف وسنأتي نحن على شرح اسم الله الرؤوف ولكن مجهر تناسب بين الرؤوف الرحيم قال لك الرؤوف فيه الوقاية فالله سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف أنزل الكتب وأرسل الرسل ليس لأي شيء ليقيهم من الشر بأشكاله وأنواعه في الدنيا وفي الآخر لكن لمن جاء عند الرحيم 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 هذه للمؤمنين الذين اتبعوا منهجه وآمنوا به وصدقوا برسله وبكلماته ورفعوا الحق ودافعوا عنه هؤلاء لهم رحمة خاصة سنأتي على شرح شرح بعضا من معانيها ثم بعد ذلك كذلك في سورة البقرة سورة التقوى فالرحمة طبيعي أن تكون من أكثر الأسماء التي جاءت ووردت في سورة البقرة رحمة طبيعي أن تقوى منهجه رحمة طبيعي أن تقوى منهجه قال إلا الذين تابوا تدبروا تابوا وأصلحوا وبينوا تاب مو بس تابوا توقف أصلح أصلح ما أفسده قبل توبته الإنسان يقع في ذنب يقع في خطوة هذا حصل في حياتنا كثير يغطى تقع منه ذنب تاب يتوب الله عليه بس في نقطة مهمة أن تصلح ما أفسدته قبل التوبة في بعض الكثير من الناس خاصة لما تجي على مستويات المسؤولية أفسدت وتبت وانتهى الموضوع وخرجت طب حاول أن تصحف ما أفسد لماذا تنسحب من الميدان قبل أن تصحح ما أفسد ولو ولو بكلمة حق فيما أفسد باعتراف شجاع برغبة في أن تصحح ما قد خطأ أو بدر منك من خطأ للأسف هذه الشجاع لا يمتلكه الكثير لمن يخطأ يخطأ في العنم وينشر ما أخطأه وينشر أخطاءه ولمن يتوب يتوب في السر طيب فهمنا فعلا توبة توب في السر نعم لكن المطلوب أن تصلح ما أفسد قال تابوا تدبروا معي وأصلحوا وبيّنوا بيّنوا مواضع الفساد والإصلاح من الفساد وما قبل التوبة وما بعد التوبة هذا منهج حياة وما نخفى علينا أن نربط مع سورة البقرة قلنا سورة البقرة سورة التقوى سورة الأحكام سورة الشرائع سورة الأوامر سورة النواعي سورة الأسرة والزواج والطلاق والرضاء كل هذا المبني على التقوى القرآن يذكر لك فيه ويقول تابوا أصلحوا بيّنوا المسؤولية والشعور بالمسؤولية عن الخطأ أنا لا يكفي أني أخطأت وتبت لكن أن تكون عند المؤمن من رصيد التقوى والتوبة والرحمة الشجاع أن يصحح ويعترف والاعتراف بحكمة يعني ليس مجرد أن الإنسان يعترف ولكن لا مدى أن يكون هناك بيّنوا إصلاح منهج حياة لأن التوبة هي منهج حياة هي ليست كلمة عابرة ولا دمع مسكوبها كذا أرضا وبعفوية بينك وبين الله جل شأنه أثرها أن تبين وتصلح تدبروا معي في الآية التي بعدها بعدها بآيتين فقط في قوله جل شأنه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم توحيد والتذكير بالعهد بينك وبين الخالق جل شأنه ثم في سورة البقرة كذلك في نفس السياق السياق عن الأحكام والتعاليم ولأكل ما حرم وما أحل قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم الله على رحمة الله بعباده الله على يسر الشريعة وأحكامها الله على مراعاتها لأخوال الناس والطراراتهم الذي يعيش في بيئة من بيئات الحروب والمجاعات والفقر ولا يجد ما يأكل ليس كمن يعيش منعما هذا المراعات التي لا يمكن أن تكون إلا من رب رحيم مطلع على أحوال العباد آلم بشؤونهم وبما يعرض لهم رحمة والشريعة على فكرة هي بأكملها يعني تتساءل لماذا سورة البقرة جاء فيها الحديث الرحيم رحيم رحيم حتى تعلم أن ما شرع لك هو أثر ومظهر من مظاهر رحمته يعني من رحمته أن شرع لنا من رحمته أن بين الحلال من رحمته أن بين الحرام هذه أعظم الرحمة ألسنا نحن ونحن بشر مع أبنائنا وبناتنا وأصحابنا وأصدقائنا ومن نحب نعلم ونذكر ونربي ونقول هذا خطأ هذا صواب ليش لأي شيء رحمة من الرحمة أن جعل وأنزل هذه الشريعة لأن اليوم مع كل السياقات التغريبية في العالم يأتي فيقول لك هذه الشريعة شريعة صعبة شريعة أحكام صعبة أي صعوبة تتحدث عن الصعوبة أن تعيش بلا شرع هكذا ريشة في مهب الريح تحركك الآواء وتتقاذف بك المطامع والشهوات لكن أن يكون لك كتاباً ودستوراً ومنهجاً هذا أين الرحمة والرحمة في ضدها تدبروا معي في آية أخرى كذلك في سورة البقرة سورة التقوى والرحمة قال فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم في عز مواقف الأسرة وسياق الوصية فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه في خضم العلاقات الأسرين علاقات الحقوق وأداء الحقوق والوصايا وما توصي به وما تعطيه وكأن هذا القرآن بل هو كذلك كلام الله جل شئن يتابع النفس الإنسانية حتى في خلجاتها وقواطرها فيرحمها من أن تصعب على نفسها سهلاً أو تكلف على نفسها ما لا تطيب قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم في آية أخرى قال جل شئنه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم نهاية الظلم نهاية الفساد نهاية التعب نهاية الحرام فإن الله غفور رحيم أنت حين تريد أن تبدأ مع الله صفحة جديدة ابدأ فإن الله غفور رحيم ولذلك في آيات هي كما في الآيات التي ستأتي أيضاً في سورة البقرة عن الربا فإن انتهى فإن انتهى فله ما سلف انتهى الموضوع تاريخ حافل قد يكون بالأخطار بالمعاصر بالنقاط السوداء في حياة الإنسان والتاريخ والقرآن يقول فإن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي عدالة هذه بل أي رحمة هذه لا تنفك عن عدالته وحكمته جل شئنه عدالة عظيمة ورحمة في ذات الوقت طب هو الإنسان أنا أتساءل معكم لما الإنسان يشعر أنه مهما بلغت ذنوبه ولو بلغت عنانا السماء باب التوبة مفتوح والرب رب العز جل شئنه يقول فإن انتهى فإن الله غفور رحيم هذا ماذا يفعل بنفسه العاقل يبدأ صفحة جديدة ولا لا صفحاتك السوداء اللي فيها ما فيها من التجاوزات في لحظة صادقة من لحظات التوبة رب تب عليه تاب الله عليك محيت غفور الرحيم محيت كأنها لم تكن وفتحت صفحة جديدة من بعدها بعض الناس يعتقد أو بعض المسلمين اليوم يعتقد أنه لن تفتح هذه الصفحة الجديدة إلا إذا ذهب إلى الحج حتى يعود كيوم ولدته أمه لسه بحاجة إلى أن تنتظر إلى موسم الحج حتى يمنى الله والله نسأل أن يمنى علينا بحج مبرور ولكن أنت لسه بحاجة إلى أن تنتظر حتى يحين الحج لا تدري إن كنت من أهله أم لا لكن اللحظة لكن الساعة أمواب التوبة مفتوحة يا رب تب علي فتفتح صفحة جديدة في سورة البقرة قال وفي سياق الحج على فكرة قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الحج قال واستغفر الله إن الله غفر نحن في الحج اللي أعظم عبادة اللي الإنسان فيها يرجع من حجه إذا كان الحج مبرور كيوم ولدته أمه والله يأمره بالاستغفار يقول استغفر الله طاعتنا بحاجة إلى استغفار كما يقال شعور الحاجة الإنسان المؤمن إلى الاستغفار والتوبة والدعاء لا تنقطع يعني هل يستطيع الإنسان أن يتخيل حياته بدون أكسجين هل ممكن أن يقول أنه أنا والله راح أتنفس نفس وأخذ نفس عميق ثم بعدها لست بعاجة إلى الأكسجين منا إلى ساعة أنت لستطيع حياتك معلقة بتلك الأنفاس التي تدخل وتخرج طب هذا حياة الجسد حياة الأرواح والعقول والقلوب أعظم كل الفارق بينها أنك حين تضيق عليك الأنفاس تشعر بوخز في الصدر وألم في القلب وحاجة لأن تفتح فعلا بالفعل وتقول وتأخذ نفسا أميقا من الهواء لتساعد به الحياة أما الحاجة إلى التوبة والدعاء والاستخفار حاجة الأرواح والقلوب والعقول التي لا تقل مطلقا بل تزيد أن هذه الحاجة إلى الحياة أرواحنا قلوبنا عقولنا تحتاج إلى الاستخفار إلى التوبة وطلب التوبة والاستخفار تدبروا معي في التعرض لرحمة الله من أعظم الأعمال وآثار الإيمان بأسماء الله الحسنى وأنت آمنت آمنت بإسم الله الرحمن الرحيم طب والحل الأثر ما هو الأثر؟ أن أتعرض لرحمة الله كيف أرجي رحمة الله وأطمع في رحمته؟ أتعرض لها طب ما هو الطريق يا رب؟ آه قال إن الذين آمنوا إيمان والذين هاجروا هجر المسألة فيها ما عادت المسألة بس إيمان قال وجاهدوا في سبيل الله خرجت من منطقة الإيمان الخفيف الهادى الساكن الذي لابتلاء فيه ولا امتحان أو قد يهيأوا لك أنه لابتلاء فيه ولا امتحان إلى مكان أوسع وأرحم آمنوا هجر في سبيل إيمانك وجهاد في سبيل الله لإيمانك ما ليس كلمة قال إيمان التزام الإيمان أعد بينك وبين الله يا إما تزدق فيه إما شيء آخر وفي كل الأحوال قال جل شأنه أولئك يرجون رحمة الله قال العلماء إمن يكتبون فيه علماء في كتابة خط المسخف الرسم رحمة هنا في كتاب الله جاءت مفتوحة في سورة البقرة بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة ولما تكتب بالتاء المفتوحة أوسع لأن حتى في الرسم حتى في الكتابة هي تصديق لهذه المعاني العظيمة في كتاب الله جل شأنه قال أولئك يرجون رحمة الله يعني واحد من أعظم مجالات التعرض لرحمة الله أن تؤمن وتهاجر في سبيل إيمانك ليس أن تخرج بلا معنى ولا داعن ولكن أن تكون متمسكا بهذا الإيمان لحد أن تفعل كما فعله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه تركوا الأهل تركوا العشير تركوا الوطن وكانت أحب الأوطان والأرض إليهم إيش لاي شيء بأنهم آمن أنا مع إيماني إن شرق وإن غرب ذهب بي هنا أو ذهب بي هناك ليس مسيرة عشوائية وليست بلا خارطة طريق بل خارطة واضحة أنا متمسك بإيماني ولو اقتضى الأمر أن أهاجر أو أفعل ما ينبغي أن أفعله في الوقت المناسب بالشكل المناسب للسبب المناسب ما هو السبب المناسب في سبيل الله وليس في سبيل شيء آخر لا في سبيل دنيا أطلبها لأن هذه المؤمن أسقطها من حسابه ولا في سبيل أي شيء يتعلق من دنيا في سبيل الله يا لها من كلمة قال أولئك يرجون رحمة الله والجزاء قال والله غفور الرحيم فتدبر في الترابط والتلازم مغفرة ورحمة آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله والبعض يعتبر أن هذا كله لإنسان من يفتح له أبوه ويجد نفسه مضطراً أن يهاجر أو يجاهد في سبيل الله يقول لك مسكين لا أدري من هو المسكين حقاً أهو الذي تأرض لرحمة الله فعطاه الله جل شأنه فرصة أن يثبت ذلك الإيمان واقعاً في الحياة أو ذاك الذي يعيش منكفئاً على ذاته ونفسه ويحسب أن الإيمان فقط أن يقوم ويصلي وكذا وأنعم به من إيمان إن صح وصدق وصدقه العمل قال جل شأنه في سياق في نفس السورة سورة البقرة مرة أخرى ولكن هذه المرة في سياق العلاقات الأسرية بين المرأة والرجل بين الزوج والزوجة حتى بين الزوجة تطع هو إذا ما كانت المغفرة والرحمة التي وصفها جل شأنه جعلنا بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة إذا ما كانت في سياق العلاقات الزوجية ففي أي سياق تدبروا في الإيمان بإسم الله الرحيم كيف يدخل في كل تفاصيل الحياة لأن واحدة من أعظم أسباب التعرض لأسماء ولإسم الله الرحيم وتعبد الله بإسمه الرحيم أن ترحم وأعظم الرحمة أن ترحم وأن تقادر أعظم الرحمة أن ترحم وأن تقادر على أن لا ترحم ولكنك ترحم لأنك تؤمن بأن الله رحيم بعباده على قدرته عليهم وعظمته وقاله إليه هو رحم والرحمة لا تفارقه جل شأنه أليس بقادر قادر على كل شيء قدير قافر فوق عباده ورحيم بعباده فأنت يا عبد ما بالك إذا قدرت تجبرت وتكبرت ونسيت شيئاً اسمه الرحمة قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور الرحيم رجل في بينه وبين زوجته مشاكل كراهية لا تتركك المعلقة قال يؤلون من نسام الإله فإن فاؤوا رجعوا فإن الله غفور الرحيم طيب السؤال يطرح نفسه هو لماذا القرآن يأتيني غفور الرحيم في هذا السياح خطاب للزوجة يا زوجة يا آقلة يا فاهمة ربك جل شأنه يذكرك فيقول لك فإن الله غفور الرحيم كم أشرات الصفحات في الحياة الزوجية ينبغي أن تقلب ويفتح الجديد منها ليس لأجل أي أحد ولكن لأجل الغفور الرحيم جل شأنه إن غفور الرحيم افتح صفحة جديدة افتح افتح اصفح فيزوجو يا زوجة ألكم غنى عن الصفح صفحة جميل الذي ليس فيه تقليب لذكريات الماضي والمواقف المزعجة المحزنة الصعبة الشديدة فعلت كذا وسويت كذا قبل عشرين سنة لا 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 فإن فعوا فإن الله غفور الرحيم هذا آثار الإيمان بإسم الله الرحيم حتى نفهم أن الرحمة لا تنحصر في شكل واحد لأن بعض منا يعتقد أن الرحمة أن تعطي فقيرا كسرة خبز أو شربة ماء أشمل أوسع أعظم أرحب قال جل شأنه الآن هذه آخرها في سورة البقرة يا سبحان الله العظيم آخرها الإيلاء فإن فاؤ فإن الله غفور الرحيم هذه آية عظيمة تنطبق على عشرات الأشياء في حياتنا لما ننفي فإن الله غفور الرحيم هذا الموضوع تدبروا معي في سورة آل أمران وفي أول بدايات السورة قل قل وإحنا قلنا في مرات سابقة لما القرآن يقول يفتتح الآية بقل يعني معناتها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك دائما ليس له إلا البلاغ لكن لمن يقول قل يعني في نص على الالتزام والانضباط بالقول ماذا تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم إذن التعرض رحمة الله جل شأنه لا يكون إلا باتباع طريقة طريق حق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباع وليس التعرض هكذا قل إن كنتم تحبون الله تحب الله فعلا لأن لو تسأل أي مسلم من المليار وكم تحب الله قل لك طابحا طابحا كيف تسألها كيف تجرؤ وتسأل هذا السؤال لا ينبغي أن تتجرأ وتسأل أنت نفسك هذا السؤال تحب الله أنا أسأل أنا أتسأل أنا أوجه هذا السؤال لنفسي هو التدبر هو ما هو تقرأ الآية توجه الآية لنفسك وترى ما فعلت الآية بك اسأل نفسك تحب الله فإن قالت نفسك أحاكي أحاكي ومن هو يستحق أصلا الحب غير الله من الذي علمني الحب سوى الله من الذي غرز في غريزة الحب سوى الله من الذي غرسها غرسا نحن في كل بل حياتنا بأكملها هي في الحقيقة نوع من أنواع التعامل بأي شيء سوى الحب ما الذي يدوم ويبقى سوى الحب بيننا ما الذي يحلي فينا مرارة الحياة والأحداث سوى المحبة حب تحبون الله طب والحال أكيد أحبك يا رب قال فاتبعوني يحببكم الله تدبر معي في المفردة يحببكم جاءت بالبائن بالزيادة تبعوني تبع في منهج لديك منهج الحب ليست كلمة حب ليست كلمة عابرة بل إننا نحن كبشر في حياتنا لا نقبل أحدا من قريب أو زوج أو مشابة أن يدعي حبا ولكنه عن الفعال الجميلة بعيد نقول الحب يصدقه العمل نشترط على بعضنا ونقول أن مصداقية الحب هو العمل فما بالنا ولله الماثر الأعلى ندعي حبه جل شأنه وحياتنا قد تكون بعيدة نوعا ما عن اتباع ذلك المنهج نحيد يمينا وأخرى شمالا لا يكون ذلك إلا بمقدار ما ينقص من محبة الإنسان لربه جل شأن هو لماذا قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم في السياق لضحفنا لعجزنا لتقصيرنا لما قد يطرأ على حياتنا من نقص في العلاقة بيننا وبينه التي ينبغي أن تكون قائمة على الحب الاتباع يا لا عظمة القرآن الآية سورة آل عمران والقبلها سورة البقرة كلها أحكام تشريع حتى تعلم أن المسألة ليست ركعات هكذا تركعها بلا محبة تجعلها قيمة ومعنى وترقى بها إلى السماء وتفتح لها أبواب القبول في السماء وكذلك الصيام وكذلك تلاوة القرآن وكذلك الصدقات وكذلك الحج هي ليست مجرد أعمال ساكنة خاوية لابد لابد أن تكون قائمة على الحب وعلى الاتباع إجابة عن عشرات الأسئلة في كلمتين كنتم تحبون الله فاتبعوني هو اتباع لأن العبادة أن تكون أن تعبد الله كما أمرك أن تعبد وليس كما أمرك أحد آخر في سورة آل عمران كما في سورة البقرة في سورة البقرة في قولي جل شأنه قلنا في الآية 160 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم في سورة آل عمران الآية 89 قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور الرحيم في سورة آل عمران قال جل شأنه ولله ما في السماوات وما في الأرض غني ما في السماوات وما في الأرض ما من شيء ولا ذرة إلا هي في ملكه جل شأنه حتى نفهم ونستوعب لأننا لما نقرأ هذه الآيات ونستحضر الإيمان بأسماء الله الحسنة قرآن يذكر لكونا نناسي ومتصور ومتوهم أن ما في السماوات والأرض يملكه الشرق ولا الغرب بما أوتي من سلطة أو قوة أو ما شابه من مسيرات أو غيرها أبدا أنت لا تملك ذرة مما في ملك الله جل شأن أنت واهم أنت تعيش في وهم لله ما في السماوات وما في الأرض بعض المسلمين اليوم بدأ يعني ما يستعب لما يشوف الأمور مختلطة والأوراق مختلطة مع بعضها البعض يبدأ يشك أو كأنه ما متأكد هي الأمور تمشي وفق ما يريد هؤلاء ولا وفق ما يريد من هذا دار ابتلاء هذا اختبار هذا امتحان ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحم حتى تفهم وتستوعب أن القتل والظن والعدوان وسفك الدماء إنما هي أسباب للعذاب والتعذيب وتعجيل العذاب والعقوبة وليس شيء آخر فمن رأيته يسرف في القتل هذا من مقتضيات وآثار عدم المغفرة والعقوبة من الله جل شنو إلا أن يتوب الله عليه وهو التواب ونحن في نهاية هذه الجولة الأولية في اسم الله الرحيم ما بين سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة العمران ما الذي نتعلم أن تتعبد الله باسمه الرحيم على فكرة وفي شياف هذا الحديد فترة الأخيرة خرجت من هنا ومن هناك أشرات الأشياء والأوراق التي تقول لك سر من أسرار الله في أسماء الله الحسن أسرار قوة الأسماء الحسن طاقة الأسماء الحسن انتبه لا نخلطون عليك الأمور الحق ما جاء في كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وما غير ذلك لا شيء لا شيء المسألة ليست أن تكرر الإسم ألف 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 مرة ما ورد في مسألة التكرار هذا المسألة ما يحدثه أن تتبع الإسم أن تقرأ أن تتدبر في الإسم ماذا يريد منك في أي سياق في أي آية ربي جل شأنه ما تركنا هملا بلا منهج بلا كتاب بلا آيات واضحات بينات كل شيء واضح تدبر في أسماء الله الحسن من خلال هذا الكتاب العظيم وما ورد عنه في سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أما أن هذا الإسم فيه طاقة وهذا فيه كذا وهذا يفتح كذا وهذا انتبه ميعت وخلطت أشارات الأوراق مع بعضه البعض حتى بات الإنسان المؤمن ينظر في هذا العالم ولا يجد سبيلا لأن يخرج من كل هذه الدوامات إلا سبيلا واحدا ترجمة نانسي قنقر